لم تتخيل سالي الطالبة الجامعية أنها ستصبح من المترددين على محاكم الأسرة فقد ارتبطت بقصة حب مع شاب يدرس معها في إحدى الجامعات الخاصة وظلت علاقتها به تزداد إلى أن سافرت إلى العين السخنة وأخبرت أسرتها أنها في رحلة تابعة للجامعة ورغم اعتراض أخيها الأكبر على سفرها لأنه لا يجوز وأنه حرام شرعا إلا أن تساهل والديها معها جعلها تسافر وفي تلك الرحلة تم زواجها العرفي بصديقها الذي أسمعها كلامه المعصول وجعلها تخطئ في حق نفسها وأسرتها وتوقع هي وصديقها على ورقة من كشكول وتسلم بعدها نفسها له بعد أيام من زواجها العرفي دون علم أسرتها فوجئت بشقيقها الأكبر يأتي إليها والفرحة تملأ وجهه ويخبرها أن ابن عمها فاتحه برغبته في الزواج منها وأخبرها أنه سعد بهذا الخبر لما يتمتع به ابن العم من أخلاق كريمة ومن التزامه الديني وتمنى شقيقها منها أن توافق ولا تضيع هذه الفرصة اعتذرت سالي لشقيقها وأخبرته بأنها لن تفكر في الزواج إلا بعد أن تنتهي من دراستها فتقبل شقيقها الأمر خاصة وأن دراستها ستنتهي بعد أشهر وبعد انتهاء العام الدراسي طلبت سالي من صديقها أو الذي تزوجها عرفيا أن يتقدم لها رسميا ليخفف عنها ضغوط أسرتها كلما تقدم لها عريس ولكن صديقها رفض وأخبرها بأنه سيسافر إلى أوروبا ثم قام بتطيقها حاولت سالي الانتحار بابتلاع كمية كبيرة من الأقراص ولكن تم إنقاذها داخل المستشفى وعند عودتها للبيت لم تجد أمامها سوى إخبار أسرتها بزواجها ثم طلاقها وعندما علم ابن عمها بما حدث قال لشقيقها سأستخير الله في أمر شقيقتك وإن شرح الله صدري سأتقدم لها في أقرب وقت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ